السلام عليكم يعطيكم العافي معكم احمد اضميدي من قناة ماي بي لابس وهالمرة جينا لكم بفيديو وخاص للمحبي الكلاسيكيات خاصة فيما يخص فترة الثمانينات والتسعينات هنحكي عن نصة العاب او هنحكي عن جيل من الالعاب انتشر في هذه الفترة وما حيعرف اللي انا بحكي فيه الا اللي عايش فترة الثمانينات والتسعينات فهذا الفيديو موجه لهذول الناس اللي بيحبوا الكلاسيكيات بشكل عام فاذا كنت انت من مواليد الالفين وفما فوق وما بتهتم في الامور هذه فبإمكانك انك تحط لنا فقط لايك وشير وسبسكرايب من باب الدعم اما اذا انك من الاشخاص اللي بتحب الجيم نولوجي خلينا نحكيها وبتحب تشوف تاريخ الالعاب من بدايتها الى وقت ما صارت فورتنايت وبابجي بين ايديك فخليك معنا وخلونا نكمل في حلقتنا يلا مثل ما حكينا في بداية الفيديو حاب ان او بدي اشارككم في هل انتو شايفين وهذا اللي هي هي منصة الالعاب الصغيرة هذه زي ما تملاحظين الشكل لحد ما شكل الخارجي بيشبه شكل الجيم بوي الشركة المصنعة لهذا الجهاز او لهذه المنصة الصغيرة دمجة بين نوعين او بين الصوفتوير والشكل الخارجي الصوفتوير اللي هي الالعاب اللي هي من شركة نانتندو 400 لعبي موجودة في الجهاز 401 زي ما تشايفين 400 لعبي موجودة في الجهاز وكمان شكل الجهاز بيوحيلك انه على زمن فترة الجيم بوي دمجة بين الشكل الجيم بوي والعاب نانتندو ليه زي ماريو كونترا وشغلات اللي زي هاي اللي بنعرفها اللي عايشناها احنا فترة الثمانينات والتسعينات حسنا انا حابب ان افتحها لعلبي كدامكم زي ما انتم شايفين هنا خلينا نفتحها مع بعض ونشوف شو محتوى العلبي هاي الجهاز يجب Spa حسنا عمي السعيد خفيفery بارية للاستخدام هنا دليل استخدام كابل على اساس انك تشبك بالجهاز في التلفزيون يعني هنا كمان مدلعينك شوي يعني اذا بدكش تلعب في شاشة صغيرة يلعب في شاشة كبيرة عن طريق التلفزيون وهنا كابل الشحن طيب ايز اما انتم شايفين الجهاز هنا لحد ما خفيف شوي يعني هيك خفيف كثير وش شوي زي ما انتم شايفين الجهاز في كبسة الستارت سليكت الاسهم الاربعة وزر ايه صراحة مش اعرف هذا زي الريستة او اشي زي هيك حسب ان شوفوا مع كبسات الالعاب هنا طبعا ما يخليني لحد ما من فكرة الاكس بوكس الاكس اي واي بي وزي ما تشايفين اه زر التشغيل ومدخل يو اس بيها على اساس انك تشحن البطارية وتسحن الجهاز ايه مدخل الاوكس وكمان انك تحط في كابل تبع التلفزيون على الاطراف ما في الشيشي ايه الخلفية بدخل البطارية ايه كمان تسمع ايه ما كتسمع صوت انت بتلعب طب خلينا هسا نجرب شوف كيف نشاكلها طبعا البطارية بطارية هنا من تبعات بطاريات نوكيا جهازة نوكيا القديمة نوكيا 1020 ميلي امبير او ميجا هيرتز خلينا نجرب بس ونشغل نشوف 520 ميلي او ميلي امبير اشو flights ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اخذنا فكرة عن الجهاز اخذنا فكرة عن الجهاز اشتركوا في القناة حكينا عن النسخة الفردية وهسا بنا نحكي عن النسخة الثانوية او خلينا نسميها نسخة جماعية اللي بدك تلعب اثنين ما بعض او بدك تلعب في الجهاز العادي بدك تلعب في الإيد هنا الشركة كمان الشركة المصنعة اضافت إيد بنفس الشكل القديم للإيد تبع فاميلي كومبيوتر او جهاز العائلي اللي من ننتندو اضافت إيد في حالة يا انك بدك تلعب فيه عن طريق الإيد هذا تشبك الجهاز بالتلفزيون تلعب عن طريق الإيد او انك تلعب مع شخص ثاني كمان عن طريق التلفزيون خلينا نفتحها العلبة ونشوف شو المحتويات محتويات الجهاز نفس الامور الثاني البطارية داري الإرشاد كابير التلفزيون احنا هسا مهم عندنا بالنسبة لانا الإيد زي ما انتم شايفين نفس الشكل القديم تبع إيد الفاميلي كومبيوتر من ننتندو او جهاز العائلي احنا كنا نسميه احنا صغار اتاري يعني ما كناش عارفين ما يزبين هذا و بينها فخلينا هسا نجرب تجربة هيك صغيرة اوكي انا خليني أشبك الإيد اوكي انا خليني أشبك الإيد حاني اجربة ألعب لا واحدة في الايد هالي. سنتحاول نفرمكم الصورة اكثر على اساس انكم متشوفوا. حيث؟ مقطعة ؟ المجاربه الاختمالي السيلي كيف موشور يجي الداعب الثاني انا شغال ايه تمام ممتاز متوقعت ان هتكون لاعب رئيسي ولكن على ما يبدو ان هنا عملت هنا لللاعب الثاني هاي السلاحف ستوري vs player هاته نشوف ال vs player شار Werner ستوري مايو ماء ماء رابان اههه نعرش ليوناردو ننكل كنتك شوي نادي شغالي عال العال نخلي ليوناردو نورد عليه شوي اخذنا فكرة عن الجهاز الثاني وانه زي ما حكينا بيحتوي على ايد اضافيه لللاعب الثاني هذا كان كل اشي لهذا اليوم اذا عجبكم الفيديو ريت لو تعملونا لايك وشاور وسبسكرايب بتنسوش تفعلوا زر الجرس وتتفرجوا على حلقاتنا القديمة وتستنوا حلقاتنا الجديدة كمان مرة يدعمونا بيوا لايك شير